اهلا بكم في حراءة جديدة النهاردة فيديو جديد عن بورج الميزان وانا اتكلم عن طاقة بورج الميزان واهملنا مقصائح وطاقة لمواليد بورج الميزان اللي انا بحبوهم جدا لشهر يونيو 2021 او من نهاردة اللي هو من يوم 23 مايو لحد اخر يونيو يعني شهر وسبوع كالعادة بليز ما تنسوش تابعوني على الساشر ميديا على الانستجرام وعالفيسبوك وتقولوني بتتفرج على الامة فينو انتو بورج ايه طيب بورج الميزان اولنا I have to say ان انا لوفيو اول علشان انتو عمليين اكبر نسبة مشاهدة الشهردة بتعتنافسو مع برج العزراء وبرج العقرب وبورج الطول تقولة اعلى نسبة مشاهدة عشان كده الفيديو بتاعتهم هتبقى اكتر من اي فيديو عايزين الفيديو بتاعته تكونونت要كوم تبقى اكتر حاولون انتو تعملوا شارك كتير للبورج اللي انتو عايزين يتكلام عنه اكتر طيب برج الميزان طاقتك الفترة دي انت حاسس بطاقة ملل عندك ملل شوية برج زهق عايز تجديد في حياتك عايز انت زهقان حاسس ان حياتك بقى فيها روتين قوي جدا حاسس ان انت اللي بتنام فيه بتصبح فيه مفيش جيد في حياتك في حالة ملل قوية جدا جدا وزهق او ان مش دي الحياة اللي انت بتدور عليها انت مش بتحب ان انت تبقى قاعد سابت مكانك بالعكس انت بحب الترجير بتحب الانطلاق بتحب انت بقى فيه عندك حاجات جديدة فانت زعلان او متضايق ان انت بقيت فيه ملل فيه عدم استقرار كده مش مش مفصوط انت يا برج الميزان او زعلان فانت بتطمح او بتحلم او بتدعي ربنا ببداية جديدة بنفسك في بداية جديدة في حياتك هتغير لك حاجات كثيرة جدا ودي اكتر حاجة مسيطرة عليك واكتر حاجة شكلة بالك يا برج الميزان طيب شايفة كمان عندك يا برج الميزان الفترة دي ممكن يكون عندك سفرة داخلية ممكن تسافر حاجة داخلية او عندك تغيير انا شايفة عندك تغيير يعني الحاجة اللي انت بتتمناها او الحاجة اللي انت بتدعي ربنا عليها برج الميزان هتحقق عندك امنية او حاجة نفسك فيها هتتحقق الفترة الجاية دي يعني مثلا لو انت بتفكر في تجديد في علاقة جديدة في حب جديد في عمل جديد وتأذر ايه الحاجة الجديدة اللي انت بتفكر فيها وبتتمنها فهي جيالك جيالك بس انا شايفة ان انت حتى لو انت في علاقة دلوقتي مع حد او حتى انت مرتبط بحد ففي حالة من الملل فتور في العلاقة عدم وجود شغف كأن انت العلاقة بقت روتينية وخلاص انت زهقت يعني حسس ان كل يوم زي اليوم اللي قبله مفيش اي حاجة جديدة مفيش اي حاجة يعني علاقتك بشريك حياتك او علاقتك بالشخص اللي انت مرتبط بيهدية جدا جدا لدرجة اللي هو ايه في فطور في ملل قولولي الكلان ده مزبوطة لا يعني انت بتحب دايما ان يبقى فيه اكشن وفيه حاجات جديدة وفيه باشن وفيه بس كل ده مش موجود عندك وده مخليك حاسة اللي انت عارف انت لو قاعد حاطت ايدي على خدي كده مش عارف اعمل ايه انت حاسس كده بورج الميزة طيب طب شريك حياتك حاسس بايه هو زعلان مع انه مش مباين لك ان هو زعلان بس هو زعلان جدا ومتداق من ان هو بيحبك على فكرة ومشعر من ناحيتك مشعر حقيقية بس هو مش فهمك مش قادر يفهم انت ليه بتعمل كده او انت ليه انت ليه انت بتصرف معي التصرفات دي ليه انت ليه مش بتقدم له الحب او الاهتمام بس هو هيحاول ان هو يعني يغريك كده يحاول يقولك انا وهنا هون تشايفني ولا لا هيحاول ان هو يستقطبك من اول بجديد لان الشخص ده بيحبك على فكرة والشخص ده عنده مشاعر ايجابية ناحيتك ومشعره من ناحيتك مشاعر حقيقية ومش عايز يخسرك فبالتالي هو هيبقى عايز يفهم انت عايز ايه ويحاول يريحك يحاول يعبلك حاجات تخليك موسوطة تخليك مش مدايق تخليك يعني هيديك الشغف اللي انت محتاجه طيب انا هشايف يا برج الميزان انت مطلوب منك او نصيحة ان انت تقرب من اصدقائك تقرب من صحابك تخرج مع صحابك اعمل كوميونيتي لو ما عندكش صحاب تعرف على ناس جديدة اعمل علاقات جديدة خلي عندك ناس مهمة في حياتك لان عشان تحارب حالة الملل المساطرة عليك لدرجة كبيرة جدا يعني حاولوا ان انتو تشوفوا ناس جديدة في حياتك تعرف على ناس جديدة تقابلوا ناس جديدة اخرجوا مع صحابكو سافروا اعملوا حاجة انت بتحبها يا برج الميزان عشان تخرج برا طاقة الملل القوية جدا المسيطرة عليك اعمل شوپنج لو بتحبوا الشوپنج انزلوا اشتروا هدوم انتو تحبوا الميزان بيحب الهدوم اوي بيحب شوپنج بيحب المايكب بيحب شكله اوي بيحب يهتم شكله اعمل ريستايلينج بس انت عندك حاجة جديدة يا برج الميزان يعني برج الميزان عنده نهاية وبداية جديدة البداية جديدة دي اللي انت عايزها يعني لو انت عايز ترجع لحد الماضي هترجع لحد الماضي عايز تعرف على حد جديد هتتعرف على حد جديد عايز يبقى البداية هتبقى اللي انت بتتمناها فيه امنية او فيه دعوة انت كنت تبتدأ يا ربنا عليها او حاجة نفسك فيها هتحصل لك يا برج الميزان بالزبط الطيب طيب الشخص اللي انت بتحيبو اي موقوفه دلوقتي انا شايفه بيحاول يصلح العلاقة وتحاول يرجعلك بيحاول يصلحك بيحاول اتكلم معيك بيحاول هو مش عايز يخسرك مش عايز يخسرك مش عايز يسيبك فهو عايز يعمل اي حاجة في الدنيا تخليك مبسوت,بس هاي الحاجات دي هو مش عايز يعني مش عايز يحس ان انت يعني هم مش حابب ان هو يحس ان انت بتبعد يعني شعور ان هو وعفاكرا هو شاكك ان عندك طرف تالت يا برج الميزان وهل انت عندك طرف تالت ولا لا جوجوني تحت في التعليقات بس هو شاكك ان في حد شاغل بالك او في حد تجيد داخل حياتك او في حد سحب اهتمامك منه عفاكرا ممكن يكون الطرف التالت ده مش لازم يكون شخص انت بتحبه عفاكرا ممكن تكون اسرة ممكن يكون عمل ممكن يكون صديق ممكن يكون قريب ممكن يكون حبيب طبعا بس مش دايما الطرف التالت على فكرة تبقى اعلاقة حب جديدة ممكن الطرف التالت يبقى نوع من انواع الاهتمام بحاجة في حياتك يا جماعة سينا ابوص ايزا اقول لكم انا عمالة ابوص هنا ابوص هنا ليه في اغراء كده قدامي طبق بطيخ متقطع فهي سلام جابت خيه وانا لسه مبتدي بس هي البطيخة مهرية مهر وانا عمالة ابوصرها وانا عندي اغراء رهيب المهم يا سيدي بقى يا برج الميزين هو الشخص شركك ان انت عندك حد جديد في حياتك شغل لك وملك هو مش فاهم ان انت زهقان وتهقام من حياتك هو فاهم ان انت في حد جيه اخترقك يعني بش راضي يباين ان هو ازعلاني مش عارفة اللي هي يعني هو مش عايز يباين ان هو ازعلاني بس هو مش هيسيب العلاقة هيحاول مرة واثنين من ثلاثة ازن انا اول حد بيشتغل في السوشل ميديا بيكون بطيخة انا اصدى لايف يا جماعة فانا البطيخة اغراني طيب هو هيبقى زعلاني فيه سوق تفاهم وفيه زعل في العلاقة وفيه مشاكل في العلاقة دي ديو لسوق مش هيفضل ساك انا شايتك بقى انت برج الميزان اا جاي لك حد من الماضي في عودة لشخص ليك من الماضي ممكن يكون هو الشخص ده او لو انت ما عندكش حد قبله يبقى هو الشخص ده هيرجعلك وهتتصلح وكله هيبقى تمام لو عندك حد قبل الشخص ده فيه شخص هيرجعلك من الماضي القريب او الماضي البعيد هيبقى عايز صلح وشايفها انه ممكن يحصل صلحة او ممكن تتكلموا مع بعض وترجعوا بعض مع هزا الشخص الشخص ده برج والابراج دي اللي هي موجودة من القدم في حياة برج الميزان ابراج ترابية برج العزراء برج التور برج الجديم ابراج مائية برج العقرب برج السرطان برج الحوت ابراج هوائية برج الجوزاء مش شايفة ناريين خالص مش شايفة الدل ومش شايفة ميزان زيك طيب مطلوب منك يا برج الميزان حاول تطلق بس من طاقة الملل او الزهق او الزعل او انت مش حاسس ان فيه حاجة جديدة في حياتك حاول بجد يعني شوف الحاجات اللي انت بتحبها اكتر منها عملها اكتر من اي وقت تاني اخرج برة طاقة دي يا برج الميزان طيب ففيه عندك صلح مع شخص جديد يعني سوري شخص صليمه لو هو الصلح ده بقى مبني على امنيتك انت يعني انت هتعرف تبقى عندك طاقة جذب يعني انت اللي انت بتفكر فيه هتعرف تعمله يا جماعة برج الميزان دايما بقول في الفيديو وهو عادي اقوله كل يوم حامل في فيديو برج الميزان الابراج اللي روحانياتها عليها جدا اللي بيعرف يجزب الحاجة اللي هو عايزها يعني الميزان اللي ما بيحط حاجة في دماغه بيعرف يجبها زي ما هو عايزها بالزبط اللي انت بتفكر فيه اللي انت نرسك فيه هو اللي انت هتكزوه معاك ليك يا برج الميزن شكرا يا جماعة I love you all قولوا لي قراءة دي بتتفق معاك ولا لا هموت فاطل بطيخ ده هموت طيب في حد بيقولي انا الشخص ده انا زعلان حبيبك انت ممكن تكون مش بتتواصل معاك ممكن تكون زعلانين بعض مش بتكلم مع بعض في مشكلة ما بينكو بس هو مش فيه سبب يعني المشكلة مش حقيقية المشكلة دي ممكن تكون بسبب سوء تفاهم يعني انتو هم كانش قصدو يغلط فيك الشخص ده بيحبك على فكرة الموجود في حياتك دلوقتي بس ممكن يكون سوء تفاهم انتو ما فهمتوش ببعض حصل بس مش مشكلة بس هو الشخص ده هيعمل ما فيه قصارى جهده هيعمل كل حاجة يقدر عليه علشان هو عايز صرحك عايز يرجعلك مش عايز يبعد عنك حتى لو انت جيت قلت له على فكرة يبعد عني هو مش يبعد عنك لان هو ما يصدق لقي هو بيحبك قوي على فكرة قوي قوي جمانتو بتحبب بطيخ ولا لأ فاكهة المفضلة طب بالمرة بقولولي مين فاكهة هوركو المفضلة هاي بطيخ بحب المش مش كريز او ماي جوش بحب لانا ناس قوي الخوخت يعني كنت بحبه بس بطلت حبه مش عارف ايه عنب ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم بحب التين عارفين التين اللي هو التين عادي مش التين الشوكي التين برضو بحب التين الشوكي يا رفك طيب المهم يا بورج الميزان التاني نصيحة اذا اقولها لك او اخر نصيحة اذا اقولها لك بطل عصبية انت الفترة دي ممكن تكون مندفع متعصب متاخدش اي قرارات في حالة العصبين ان عندك طاقة حسد او طاقة صح يعني الميزان برضو من الابراج اللي دايما بيبقى مصخور محسود فمتاخدش اي قرارات هوجائية اشكركم باي باي مع السلامة اشوفكم فيديو تاني باي 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 بقول لكم يا جماعة بطيخة فزيعة نفسرون هعمل ازاي فزيعة قوي مع السلامة